موعدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة الحماروية شكرا جمانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى هذا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية كان الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أمام القمة العربية أن الحفاظ على الدولة الوطنية ضرورة لمستقبل الشعوب ومقدرتها وشدد على أنه لا يصح أن تظل آمال شعوبنا رهينة للفوضى وتدخلات الخارجية التي تضر بجهود تسوية الأزمات كما أكد الرئيس السيسي أن الاعتماد على الجهود المشتركة والتكامل العربي للثياغة حلول حاسمة للقضايا أصبح واجبا أكد رئيس السيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت التهديئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطع غزة وحذر الرئيس السيسي خلال كلمته أمام القمة العربية من العواقب الوخيمة التي ستترتب على استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية وبين الشعبين الشقيقين وخلال لقائه في جدة مع الأمير محمد بن سلمان والإولعاد تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة على تولي بلاده رئاسة القمة العربية في دورتها الحالية معربا عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا ومشيدا بما تتسم به العلاقات من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة مؤكدا تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامشي مشاركته في القمة العربية بالمملكة العربية السعودية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة أعلن الجيش السوداني مقتل وإصابة المئات من عناصر قوات الدعم السريع خلال التصديه لمحاولة هجوم نفذته على قيادة الفرق السادس عشر مشات بن يالا وقالت القيادة العمل للقوات المسلحة السودانية إن قواتها كبدت قوات الدعم السريع خسائر كبيرة ودمرت عشرات العربات المسلحة مشيرة إلى توجيه ضربات لتجمعات قوات الدعم السريع في جنوب أمدرمان وسط الخرطوم وبحري أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات وتدمير عدد من العربات المسلحة قال الجمهورية كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي إن الأعضاء الجمهوريين في المجلس استأنفوا المفاوضات مع الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن بشأن رفع حد اقتراض الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار وكان البيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق بأن التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي لا يزال ممكنا ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية أو المخاطرة بتخلف مكارثي عن السداد وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو حجز النادي الأهلي مقعدا في نهاي مصابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الرابعي على التوالي بفوزه على ضيفه الترجي التونسي بهدف النظيف في إياب الدور قبل النهائي للبطولة وذلك في المباراة التي أقيمت على السادق قاهرة الدولي وأحرز حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية والعشرين من هجمة منظمة بدأها بيرسي تاو من عمق الملعب في الجبهة اليسرى وليعبها الأخير ببرعة من أعلى الحارس ويواجه الأهلي المتأهل من مباراة الوداد المغربي وسان داونز الجنوب إفريقي بعدما تعادل ذهابا بدون أهداف في الدار البيضاء فازت سمر حمزة لعبة المنتخب الوطني للمصارعة بالميداليا الذهبية خلال منافسات البطولة الإفريقية المقامة حاليا بتونس وتفوقت بطلة مصر الأولمبية سمر حمزة على لعبة نيجيريا في وزن 76 كيلو جراما وقدمت لعبة منتخبنا الوطني أداءا ونتائج طيبة طوال فعاليات البطولة انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل